اشتركوا في القناة من طرق الوقاية والعلاج والشفاء من هذا المرض طبعا حول هذا الموضوع نرحب بالدكتور عادل اسكندر عبد الرحمن خبير في العلاج بالأوزون بمركز الشارقة للطب الشمولي مرحبا بك دكتور وبداية تعرفنا عن موضوع العلاج بالأوزون وكيف ما هو هذا العلاج بالأوزون ولنوضح للسادة المشاهدين هذا الأسلوب في العلاج طبعا كلمة الأوزون يبقى هي طبقة الأوزون الموجودة في الجو هي نفس طبقة الأوزون اللي بدأ الطب الحديث يستغل لأنها لها دور في المجال الطبي الأوزون بدأ في ألمانيا وبعد كده انتقل لإيطاليا وده من أكبر الدول الرائدة في هذا المجال وبعدين انتقل لروسيا والنهاردة الكلام ده طبعا منقول أكتر من 40 سنة إنما النهاردة بقى الأوزون منتشر على مستوى دول العالم كلها الإمارات تعتبر أول دولة خليجية الحقيقة أنها أدخلت هذا النوع من العلاج مصر كانت أول دولة عربية ولكن أنا كلا شرف أن أول من أدخل هذا العلاج في الشرق الأوسط بعد دراسته وهما مرسيته في ألمانيا والنهاردة السعودية حاليا إحنا في دراسات معها أنها تعمل مدينة أوزون وده تبقى أول مدينة أوزون عالمية شاملة الأوزون الصناعي في مجال الحشرات وتعقيم الجو وحفظ الأغذية والزراعة وليه أنا أبحث في هذا المجال بجانب المجال الطبي ومنتجع الطبي ونقدر نقول أن الأوزون ليه مجالات كثيرة في مختلف الحياة طيب يعني كيف تتم طريقة العلاج بالأوزون لو توضحنا الطريقة هذه كيف تكون هو الأوزون عبارة عن غاز وبيطبق طبيا بشكل غاز ولكن رغم أنه غاز ممنوع استنشاكه فبيتخذ بطرق مختلفة بأسليب جلاسات ودعيم الأوزون ودراسة الأوزون بجلاسات مختلفة دي بتتوقف على نوع الأمراض ودراسة الحالات اللي احنا بنعالجها كل مرض لأسلوب وطريق الجلاسات مختلفة بالنسبة للتهاب البرستاتيكي البرستات اللي نتكلم طبعا هو ليه مجالات كتيرة في علاج الأوزون لأن لو قلنا أول حاجة أنه هو قاتل البكتيريا 100% يعني أقوى من المضاد الحاوي ولا يمكن البكتيريا في يوم من الأيام يحصل مقاومة ما بينها ما بين الأوزون أو أن الأوزون ما يأثرش فيها زي ما بيحصل حتى في المضاد الحاوي وده ليه تفسيرات علمية طبعا ليه قلنا كده يمكن كمان نضيف سريعة كده معلومة ظريفة أنا ما نقول الحمام السباحة بيعقم بالأوزون كلمة حمام السباحة أولومبي يعني معقم بالأوزون وليس بالكلور لأنه أقوى من الكلور 3200 مرة بجانب أنه مالوش أي أضرار زي كلور ما بيعمل أضرار طبعا صحية الممكن يشرب الماء في حاجة ماء الأوزون جنوب أفريقيا النهاردة كلها بماء الأوزون طبعا لأن ليه دور دي من الأحاجات لها نسرد في الحديث بتاعنا طبعا إيه هو ماء الأوزون وبيستعمل فيه أما الأوزون بيعالج أمراض زي السكر وبيعالج زي أمراض الفيروسية النهاردة التهبة الكبد بيعالج أيضا أمراض روماتيزمية بيعالج مشكلة ديق ديق أوعية الشرايين في الأطراف والتهاب الأعصاب والزاكرة والضعف الزهايمر والنسائيان ليه دور حتى الرياضيين النهاردة بيستعمل الأوزون نسمع المزاولة لك الماكينة الألماني وما قالش ماكينة إيطالي ولا إنجليزي مثلا لأن أنا ما كنت في ميريخ حتى كنا بندي فريق بايرميونيخ الأوزون طبعا اللي عايب بياخد بقى الطاقة ثلاث أضعاف إنما لو نرجع بقى نركز بالنسبة للبرستاتة هلبرستاتة المشكلة بتاعتها إن هي بتبقى ثلاث فصوص الفص الأوسط هو اللي بيبقى دايما فيه المشكلة نعم ولما بيتضخم أو يلتهب أو تحصل فيه مشاكل بيضغط على المسانة وهنا ضغط المسانة بيعمل مشاكل زي كمثال احتباس البول أو الرغبة في التبول أو عدم التحكم طب قبل ما نوضح الطريقة العلاج بالأوزون بالنسبة بماذا يتميز الأوزون عن باقية العلاجات التقليدية هل هي أسرع أكثر نجاعة أنا ماش أقدر أقول إنه مميز كل أسلوب علاج لهميته ولنرش نلغيه إنما هو حقق النتائج إننا في الطب اللي تهمنا أهم ميزة في الأوزون ليس له أضرار ولا يس له أعراض جانبية هذا أهم شيء ولو أقولنا الأضرار يعني إيه يعني مثلا زي الكورتزون اللي بياخد الكورتزون حتى لو اضطرنا نديه وبيعالج حالات إنما بيبوز البنكرياس والمريض بيخش في سكر بيعمل كرحة معدة ممكن يعمل هشاشة عزام إننا لو وقفت الكورتزون مش هتختفي هذه الأمراض يبقى دي اسمها مضاعفات أما الأثار الجانبية اللي يجب مثلا يجي له دوخة أو غسيان أو رغبة في النوم إمساك إسهال زي الأدواء ما بنكتب أعراض جانبية دي لما بتوقف الدواء اللي بيستعمل بتختفي الأعراض هذه ميزة المتعصة الأوزون ليس له الأعراض الجانبية وليس له أضرار من أهم المنزلات وليه بنقول كده زي الألمان دي ما نقولك الكلام سهل جدا إنما ليه تقول كده لأنه عبر عن إيه أكسجين ويوم ما نسمع أضرار الأكسجين يبقى في الحالة دي هي دي أضرار الأوزون وطبع الأكسجين ده هو صديق الصحة فإذا الأوزون من أهم مميزاته إنه أسلوب علاجي حديث لا أضرار ولا أعراض جانبية مع نسبة النجاح بتاعته طبعا طبعا لو تكلمنا ركزنا على موضوع البروستاتا هل فيه هناك مدة زمنية معينة لتنفيذ هذا العلاج والانتهاء اللي هنتكلم فيه أهم إن البروستاتا مشكلتها إنه بنخاف من سرطان البروستاتا لإنه مالوش أي أعراض في الأول والمريض ما يشعرش بأي شيء وللأسف الشديد بالصدفة ما يبدأ بقى يكون المرض بدأ يتمكن من المريض تبدأ الأعراض وتكون دايما للحالات للأسف متأخرة خاصة كمان منطقة دي غنية بالأوعاية الدموية والأوعاية الدموية تبقى مشكلة أن تشهر السرطان سهل فيها في منطقة الحوض دي بتبقى مشكلة من ناحية السرطان لما بيصار فدي من الأمراض اللي لازم يتمل عليها اللي هي تشيك أب إنه إحنا يعني فحص دايما متواصل خاصة بعد سن الأربعين المفروض إن كل واحد يعمل فحص فيه تحليل معين بيباين بوادر إن كانت هتحصل ولا لا يعمله كل سنة وبعد كده كل ستة شهور ودي للأمان زي بالضبط المقابل لسرطان عنق الرحم في السيدات مالوش برضو أي أعراض ولكن برضو بعد ما بيتمكن بتظهر المشكلة فالأزون مستو إنه هو بيمنع سرطان البورستاتة إذا تاخد قرص قوي قائي كل سنة وفي ألمانيا بياخدوا كلهم رجال لهذا الهدف والسيدات بياخدوا عشان عنق الرحم ودي من الدول اللي هي نسبة السرطان فيها قليل جدا وبتاع عنق الرحم والبروستاتة لأن السرطان هو أربع مراحل الأولى مكان ما بينتشر مكان ما تواجد الثانية ينتشر في مكان ما تواجد الثالث ينتقل لمكان تاني رابع المرحلة ينتشر في المكان اللي انتقل فيه الأزون بيشتغل على المرحلة الأولى والتانية ودي على فكرة بالمناسبة لو معلومة نقولها طبيب أوطنفنبرجي الألماني ده الطبيب الوحيد اللي حصل على جهزة نوبل في الطب مرتين وترشح مرة تالتة بس يتوفى قبل الاختيار ولا طبيب في مستوى العالم لغاية النهاردة في أي أبحاث حصل على جهزة نوبل مرتين إلا من اشتغل في هذا المجال جميل يبقى نعرف أدي أهميته وأدي أهو كان أخده أساسا في موضوع الأزون والأورام طيب لو نتكلم عن نسب نجاح لعلاج بالأزون بالنسبة لعلاج التهابات لبروستاتة والسرطان هل هناك نسب ممكن لما يتاخد قبل ظهوره يبقى النسبة تقريبا نقول 100% ما يجيش لأن السرطان ما أخذ فيها جهزة نوبل فكرة السرطان إذا الأكسوجين ألف الخلايا عن 40% تبدأ تتحاول خلايا سرطانية والأزون هو أكسوجين فبيغز الخلايا أي خلايا في الجسم نائس فيها الأكسوجين فبيقدر أن أي واحد مش مريض حتى السليمة بيأخذ الأزون بيغطي الخلايا الجسم يبقى علاج وقائي جدا فهو أساسا يعتبر وقائي يعني أنا في ألمانيا كان شغلي 70% كوقائي وأنا دكتوراه في الطب الوقائي حتى يعني فكان مجالي أكثر جميل وال30% في العلاج إنما للأسف إحنا في العالم الثالث بيبقى المريض ما بيجيش إلا معرفش يأكل معرفش ينام حاجات زي كده يبدأ يجي جدا يمكن هذا موضوع جدا شيء ومهم إن العلاج بالأزون طيب دكتور المدة العلاجية اللي يستغرقها علاج هو بيتاخد بشكل جلسات طبعا بعض الأمراض بتحتاج كل يوم أو يوم بعد يوم أو مرتين في الأسبوع أو سعب بنبدأ بأيام متواصلة بعدين نبدأ نقلل عدد الجلسات الجلسة ما بتاخدش وقت طويل تقريبا ربع تلت ساعة الجلسة المريض لما بياخدها مش مفروض بالضبط أنا دائما أقول المريض إذا سمعت شروط أما تيجي تشرب ميا هي دي الشروط اللي هنقولها ليك لما تيجي تاخد الأسون جميل يعني يقدر ياخدها ويمارس يوم عادي جدا ملاش أي شروط لقبل ولا أثناء ولا بعد الجلسة نعم الجلسة الحقيقة بالنسبة للبرستاتة نقدر نقول تقريبا بياخد في حدود 12 جلسة اللي هو لسه ما ابتداش أو ما عندوش حاجة طيب أما إذا دخل في الأورام فطبعا لازم بتطول المدة ولكن بنبه وبعيد مش بنستغنى عن الطبيب المعالج للأورام جميل نحن بالشروط أثناء ما يكون تواجد الوراء أنت ذكرت أنه ما لأثار جانبية حتى على موضوع الخصوبة لأن البرستاتة لها لها علاقة مباشرة بموضوع خصوبة الرجل هل له تأثيرات؟ لا هي الخصوبة موضوع يمكن قريب للبرستاتة نعم إنما مشارط اللي عنده برستاتة بقى فيه مشكلة في الخصوبة ومشارط اللي عنده مشكلة في الخصوبة بقى ليه مشكلة في البرستاتة صحيح هذه البرستاتة هي أساساً القدرة الجنسية نعم أكثر من موضوع والخصوبة ليس لها نعم بالقدرة الجنسية إنما بيساعد اللي هي في تكوين الحيوانات يساعد يساعد في تكوين الحيوانات المنوية أو لو كان فيه مشاكل التهابات أو فيه لزوجة أو فيه الحاجات اللي بتحصل بالنسبة للناس بتوع علم الزكورة دي اللي خاص بيهم بيساعد الأوزون أنه هو يساعد بعيدها تاني في هذا المجال طيب يعني أنت في اعتقادك دكتور أنه بيكون الأوزون في المستقبل بديل عن العلاجات الكيميائية في المستقبل هو النهاردة العالم بدأ يخرج من العلاج الكيميائي بعد 200 سنة تقريبا من استعماله نتيجة مشاكل الكيميائيات اللي كانت بتتواجد وبدأ يلجأه للعلاجات الطبعية ميلي وإيه الطب البديل كيف الحلقة الياية بس ليش يسمونها هنتكلم الطب الحديث زي العلاج بالليزر الخلال الجزعية العلاج الهوميوباثي اللي هو طب الطاقة العلاج بالمغناطيسي العلاج بالأوزون كل دي حاجات حديثة في الطب النهاردة بتطبق وفي دول بدأت تتقدم جدا في هذا المجال يعني هذا ممكن السبب الرئيسي لخلى الناس تطلق على طبيب الأوزون الساحر الطبي أنا سمعتها من مرضى لأن زي مريض دي ما بيوقف الإنسولين ما سمعتش حد يوقف إنسولين طبعا لما تسمع مريض داخل عملات للبتر القدم السكري ويرجع رجله طبيعية جدا والتأم الجرح بعد ما هو بشرون نحن أعمل بتر أعتقد هنا دي كلمة ساحر جات من كده لما مريض طبعا ماشي بعصايا ومش قادر يمشي اللي بيها والنهارده يقولك أنا نسيت العصايا وماشي نسي استعملها نتيجة كل دي حاجات عملها للأوزون فمن هنا جات الساحر للأوزون وليس الطبيب طبعا طبعا نشكر الدكتور عادل اسكندر عبد الرحمن على المشاركة معنا في هذا اللقاء وإن شاء الله أكيد بيكون لنا دكتور لقاءات أخرى حول العلاج بالأوزون إذن ننتقل إلى الزميل روني والأخبار الرياضية